احتل العراق المرتبة الثانية كأسوأ مكان بالنسبة للمرأة في العالم العربي حسب دراسة نشرتها مؤسسة تومسون ريدز وحيث تفاقمت معاناة المرأة العراقية بعد عام 2003 في ظل تفاقم ظاهرة الاختطاف والعنف والاتجار بالبشر هذا وكشف الجهاز المركزي للإحصاء أن أكثر من 22% من النساء عاطلات عن العمل فيما أكدت رزارة التخطيط وجود نحو مليوني أرمالة في العراق فضلا عن تسجيل أكثر من 70 ألف حالة طلاق خلال عام 2017 وذلك بحسب مجلس القضاء الأعلى